نقل التلفزيون الأثيوبي عن الجيش أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر ثمانية يأتي أحدث إعلان أثيوبي عن قتل وأسر أفراد من الجبهة المتبردة بعدما قال الجيش يوم الجمعة أنه أسر أحد العضاء المؤسسي للجبهة واندلع القتال بين الجيش الأثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم في نوفمبر الماضي قبل أن يعلن رئيس الوزراء أبي أحمد انتصار الجيش اشتركوا في القناة